أهدا معكم بأهم أخبار النادي الأهلي بعد عودة طبعا الفريق لتدريبات مرة تانية تحت خيادة مارسل كولر بداية من يوم الخميس اللي فات النهاردة كان فيه تمرينة قبل تمرينة كان فيه محاضرة من مصر مارسل كولر وبعد كده بدأ التمرين اللي يمكن بيركز فيه مصر كولر على الجانب البدني أكتر منه الجانب الفني طبعا لأنه فيه عدد كبير جدا من اللاعبين غايبين سواء بدأي مشاركتهم مع منتخباتهم في أمم إفريقيا الدوليين كلهم مع منتخب مصر اللي أضيف لهم طبعا عمر كمال عبدالواحد أصبح دلوقتي لعب النادي الأهلي نتمنى له طبعا كل التوفيق في مشواره وعمر الحقيقة واحد من المواهب المصرية اللي تقلقت بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتقدر تقول عليه جوكر وإضافة للتلات خطوط خط الدفاع خط النص خط الهجوم عمر كمال أعتقد يكون واحد من الأضافات القوية جدا بالإضافة طبعا للمهاجم الجديد وسام أبو علي المهاجم الفلسطين اللي انضم للنادي الأهلي واللي بيشارك في تمرينة النهاردة زي ما حضراتكم شايفين النهاردة كده فيه على بنسبة للإصابات عندنا طبعا على قائمة إصابات الأهلي أو مش هقول إصابات لأنه هم تعافوا بشكل كبير لكن في المرحلة الأخيرة من البرامج أو البرنامج التأهيل المحطوط لكل واحد فيهم بنتكلم على أحمد عبدالقادر بنتكلم على رضا سليم بنتكلم على محمود متولي بنتكلم على أحمد نبيل كوك دول تحديدا في اللمسات الأخيرة يعني ممكن تقول أنه أسبوع تقريبا ويكونوا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية ويمكن في نهاية الأسبوع ده فيه احتمال أو فيه تفكير من قبل كولر أنه يكون فيه معسكر إعداد خارجي للجزء الثاني بقى من الموسم واللي يبدأ إن شاء الله نصف فبراير أو هكذا نتمنى يعني يعني لو مسيرة منتخب مصر استمرت لغاية 11 فبراير وكان المنتخب بيلعب فيه المباراة النهائية هيكون أول لقاءات الأهلي هي لقاء بطولة دوري الأبطال أو الجزء الثاني من دور المجموعات دوري الأبطال في مواجهة شباب لزداد اللي إن شاء الله بإذن الله الأهلي ياخدها بعد عودة الدوليين نتمنى لهم طبعا السلامة من المشاركة مع منتخباتهم بفول سكواد وسام واحد أيضا من الإضافات القوية مهاجم لي ستايل يمكن مختلف عن معظم مهاجم النادي الأهلي عنده قدرة الحقيقة على اللعب بكلتا القدمين لعيب عنده كرة حلوة زكي في التحركات بشكل كبير يجيد اللعب طويل فده بيمكنه كمان من إجادة ألعاب الهو نتمنى إن شاء الله ندخل أو يندمج سريعا ونستغل فترة التوقف دي عشان جاذفان يشتغل على النواحي البدنية عنده ويبقى فيه نسجام وتفاهم بينه بين العابة النادي الأهلي في ما هو قادم من منافسات طيب التفكير في المعسكر الخارجي بنسبة كبيرة جدا الأهلي هيلجأ لفكرة معسكر خارجي إعدادا بقى لمنافسات بقية الموسم في خلال الأيام القادمة